على الفكرة الكابتن عميل دايماً بيجي معايا غالباً ما نستسأله على حراس المرض يعني أنا أتكلم مع الكابتن عميل عن الكورة بشكل عاية لقبل البتاع فصل الجنين يا كابتن صح يلا نسمى عواد وشناه ومبالح رايك فيهم بص الاتنين طبعاً حراس كبار والاتنين طبيعي إن هم يبقى ليهم دور في القمة لكن أنا عايز أقوله طبعاً ممكن نقول حاجة بس عشان نوضح الأمور وإنت في النهاية طرق للوقت هتحلل اتنين حراس لعب ومبارات مبالح مش هتحلل اتنين حراس دول في حياتهم كلها وعملوا في الكورة شناه وحالس كبير وعواد حالس كبير فبدون تحفظها العاصل إيه؟ صح إن هم مبالح عملوا إيه؟ لكن هو في العادي شناه وحالس كبير طبعاً وعواد حالس كبير طبعاً عواد مبالح هو طبعاً أنه يلعب مطش نازل زمالك والنتائج ما كانتش في صالح عواد فبقى الناس مش شايفاه اتغير عليه جنش وتغير عليه أبو جبل هاتوا الجن ده تانية جماعة عشان كبير طبعاً كان عنده رأيه في الجن ده حالة اه بصوا ماذا رأيك في ده كبير؟ الهدف ده كورة لونج بوس أنا طبيعي كهارس مرما لازم أتوقع الخطأ المدافع نمرة واحد نمرة واحد نمرة اتنين نمرة اتنين أنا لو ما كان عواد كنت أعمل حاجة تانية كبير طبعاً أنا وهي عالية وهي عالية بص رأكشن بص رأكشن محمد شريف يا كبتا عبدالجليو بص رأكشن محمد شريف يا كبتا عبدالجليو بصص في الهواء والآن من بص كمان قبليها لو جبتوها واحدة واحدة بالبطيق هتلاقي شريف أول ما اتخطأت عمل بص بترفعين بص بترفعين وخايف ومستني وخد وقت وكورة عالية أنا كعواد كان فيها رزق هي مش من عواد خالص طبعاً كان لازم يعمل حاجتين يا كبتا عبدالجليو الحاجة الأولى أنه هو يبقى فيه رزق يتوقع الخطأ بتاع عبدالغاني الحاجة التانية كان يطلع برزق بص شريف مش بصص العواد في اللحظة دي حتى لو عواد واقف ما كانوا يا كبتا عبدالجليو العواد كان محمد شريف مش هيخطه بالإتقالة نذهة الجندي بتخوف المهم طبعاً يعني لو أنا مكانه وأنا مش هلحق أجيب الكرة يا كبتا عبدالجليو يا كريم بصوا بص مرتين بص مرة ومرة انت هتعرفك هتعرفت جريف بأكيد انت نجل كبير وكدت كل جوالك ببطن رجلك كده في إتقال هل وحضرتك بتعمل ببطن رجلك بإتقال مفيش حد معاك غير مما يكون فيه لخمة هكيد هتقلش ولو الجنة ده بقول ده في ظهري وهيقتوم لرجلي هو عمل رزق واحدة بعدها لو خدت بالك في اللقاء مع بيرس داو خبط خبط لو مفيش أوف سايد يابنت رسمي بس كان فيها رزق انا في الرزق ده مش هتطلع أغبط في شريف انا هقول اسمي بس او هتوقع الخطأ بتاع محمد عبدالغاني او المدافع اللي موجود